السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأجزاء مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم قناة الدعم المدرسي دائما في إطار السعداد لفرض مرحلة الرابعة من الدورة الثانية إن شاء الله اليوم سنرى المستوى الثالث ابتدائي وبالضبط سنرى فرض مادة اللغة الفرنسية وبالضبط سنرى مكون إكزارسيس إكخي إكزارسيس إكخي سنرى الفرض الثاني الدورة الثانية كما أريدكم دائما شاهدوا أسفل الفيديو ستجدوا رابط لتحميل هذا الفرض ستجدوا رابط لصفحة الفيسبوك اللي ستجدوا هذا الفرض على شكل صور وأيضا ستجدوا رابط لجميع الفروض للمرحلة الرابعة المستوى الثالث ابتدائي وطريقة للشغال كما نقول لكم دائما هذا الفرض يعطيوه لأبناء لكم سيخدموه بحدهم ويعتمدوا على نفسهم بعد ذلك ممكن يقارنوا الأجوبة لهم مع الأجوبة اللي ستكون في الفيديو وحسا في هذا الفيديو أيضا كي يكون فيه واحد الشرح ديال الدور وصعب فول لا تكون داخل في هذا الفرض هذا زائد نبيه لبعض الأخطاء اللي كيقوا فيها الأبناء ديالنا الله يحفظهم ويبارك فيهم وإن شاء الله تشوفهم كما بريتو دو على بركة الله بالسؤال رقم 1 جو كمبلة ليمو أفك يعني أسميم الكلمات بهاد السيلاب هادو لكي نعندي صو ييل بير ونيبل إذن على بركة الله عندي لا 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 واپور يعني البخار لا واپور لا واپور نحاول نكتب هاد الخرطة هادا وللا سكوم عندي دي غلاسون عندي عن رويسو عن رويسو هو واحد كنقولو جدول عندي لابلوي لاباور نوربوخا دي غلاسون عندي لابلتل عن رويسو عندي لابلوي هو المطار عندي لسيل لسيل السماء النا منطنّ النا اخيران لو الماء وجعلنا من الماء كلا شإن حيا إذن لا واپور دي غلاسون عن روисون عن رويسو نعني لو لسيل عن دي غلاسون لوزو إذا سواءد رقم اثنان والسؤال يقول يعني اشطبوه الدخيل في هاد اللائحة عندي لو الماء لنوياج لنوياج هي السحاب هو البخار يعني قلنا جدول دي الماء لكن ما كتلاحظوا بأن هاد العائلة كاملة هي من عائلة الماء والحالات دي الماء ما را كيكون في بخار ما را كيكون في السحاب ما را كيكون في الجدول ما را كيكون على شكل مكعبات إذن الانتخي هو الحيوان اللي هو ان رنار إذن جبار لرنار جبار لرنار ننظر الآن إلى السؤال رقم ثلاثة جبار جبار عائلة يعني دان هي في أو بيان كم ميطل ميطل إذن النار دان لفوري في الجدول في الجدول يجب دي الماء يعني تايش وحيوانات لرنار لليون لغازال يعني تايش لبل أسد وعالغازال إذن را كون دون لفوري يجب ديزانيما كم ميطل كم لرنار لليون لغازال لزالج يعني تحاليب إذن لزالج إذن ننفار بوس لزالج وما تحالي ننفار وما واحد واحد نباتات يعني مائية بحالي كنشوفوا اللي كيكونوا فوقهم دفاضع بوس يعني تنمو فين دون ل دي لاك إلي غيفيار يعني كتنمو في الماء دي البحيرات والأنهار دون ل يعني حيث لو نباتات هنقولو بحرية ونباتات مائية نمر إلى السؤال رقم أربعة رملاس نمو انغرا بحالي أو بحالي وما بين سميتو المفرد مثلا عندنا أمينة هادي أمينة أمينة شنا يفي مينة سنجلير أمينة جو دون لكور هاد أمينة هي هاد أمينة هي هاد أمينة يل جو دون لكور دابا عندنا كريمة يحسنا هاد شنا هو جمع مانج لديجني أمينة هي مانج لديجني يل مانج لديجني يعني هاد أمينة عودة كريمة يحسنا نحن نحن على سنكيام صراح هذا فرد جميل كان قد تمتحي والساد اللي أنجز هذا الفرد وصيبوه هاد شكل جميل هو محمد من من موقع واتي قاتي سيبوه لساد راشيد سيبوه لساد راشيد ألمهم لديجني سيبوه لديجني seemingly الزم Rudama أميدة في هذا الفرد سي Boom إِلْ أَرَوْسِ الْرَانِ دونه لَا جَرْدَا لِهَلَيْهْ أَلَيْهْمَ ادَا لِهْ مَسْكُلِنْ بلُورِيَلْ إِلْهَوْ لِهُوْ دَا كُرْ إِلْ إِلْهُوْ دَا كُرْ إِلْهُوْ دَا كُرْ إِلْهَوْ أَلَا چِزْيَمْ كِسِيَمْ أَلْطُورْ لِهُمْ كِي كُنْفَنِيَنَي هي المع yere البعض أيضا هنا les parents sont revenus et revenus de voyage l' Kenneth les parents pluriel et leur rajimata sont les parents sont revenus de voyager zit la franja le verbo ن hitro le comnet d'estabض نمتن واش sur le train ولا dans le train نمتن سوري يعني فوق فوق أو على لتران أو دن لتران فالقيتار إذن نمتن دن لتران واشي على لتران pour voyager إل فو انت كي إل فو انت كي هد فو هل كي ما إل إل فو الت�� رو جدا هل يل ي الزان د English فش ند نمتن د ثم لتران يل فو انت ب الب د سور دي بواتور. دي كوب لفراز بوي كوبيلها. عنا وحد لفراز عند الكلمات. ما كيش وحد الفراغ. ما بين وحد اسباس ما بين لي موديالها. ايدان انا احسيني لها دي كوباج. احسيني نفصلها. نبدو نو. نو زاون وياجي اغابا. عنا ود دي كوباج. ايدان نبدو. نو زاون وياجي اه 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 نو زاون وياجي اغابا. بيدا ريكا كنون سمنا الى ميهيات الفرد دي اللغة الفرنسية. او بالضبط مكون للسيكس. او غن شااء الله غن ينشوفو الكومبيونسيون. غنشوفو اه ان شاء الله. باقي. الجثة